ماذا تريد؟ لو كانت القطة اللي انت مربيها تجيبك الفلوس كلها واش كينشي حاجة غرب من هذه الامر كي يشبه القصة الدجاجة التي تبيض دهبا ولكن هاد المرة القصة واقعية وليست اسطورية هادي قصة عن فتاة شابة تبنت قطة ولكن القطة كانت لديها عادة غريبة في كل مرة تغادر فيها القطة المنزل كانت تعود وبحوزتها مبلغ مالي كبير من اين كانت تأتي بالمال وعلى الجو البوليس لعند المنت كل شي قد نعرفوه في قصتنا اليوم سيندي تشارلز فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها وكتعيش بوحدة في احدى الضواحي الهادئة كانت عندها وظيفة متواضعة لكنها تمتلك منزل لا بأس به ومع ذلك منزلها هادئ جدا كانت كتعاني من الوحدة لذلك فكرات انها تبنت قطة باش تونسها مشات للملجأ لحيوانات وهي تختار واحدة قطة كبيرة لانها رأت انه غالبية الناس يفضلون تبنت قطة اصغر سنا وبالتالي تقل فرص هذه القطة في التبني وهنا بدأت الاحداث المتيرة كانت سيندي تترك قطتها تتجول بحرية في الداخل والخارج حيث اخبروها في الملجأ ان هذه القطة معتادة على ذلك حرصت سيندي على التأكد من معرفة القطة لمكان المنزل قبل ان تسمح لها بالابتعاد وكانت القطة تتجول هنا وهناك ثم تعود للدخول عبر البوابة الصغيرة التي قامت سيندي بتركيبها لها قبل واحد النهار القطة تحطلت وسيندي خفت لتكون وقعت لها شي حاجة شوية ويدخل القطة حطت لها سيندي الماكلة ولكن فجأة لاحظت شيئا غريبا في القطة كانت القطة ترتدي طوقا حول رقبتها ويدقول مش هي انا اللي شريتوا لها تكون دار لها الطوق في عنقا ولكن هذا لم يكن اغرب شيئا بعد فقد كان في الطوق كيس قماشي صغير تحت سيندي الكيس كان الكيس مكتد بالأوراق من فئة مئة دولار قامت سيندي بعد المبلغ وسعرت بصدمة بالغة المبلغ كبير لماذا شو واحد يضع الفلوس في الكيس ويربطه في الرقبات القطة ويطلقها هكذا سيندي خفت بزاف وشنو خفت لديها دابة وشمش نعيض على البوليس ولكنها فكرات انه البوليس ما غدش يعاونه علاش حيش يلي لقات الفلوس ماشي فقدات الفلوس اولا تعرضات للصارقة حصات الكيس نقود طوق ما وجدت حتى شي دليل على كيفية وصول المال الى هناك ثم خطرت لها فكرة ان المرء في هذه الاوقات يحتاج بطبيعة الحال لمساعدة صديق لذلك قامت بالتصال بصديقها على الفور فكرات سيندي انها تطلب الرأي دي الصديق ديانا ولكنها ترددت وقررت في النهاية الله تخبره عن المال الذي وجدته احتفظت بهذا السر لنفسها وبدل من ذلك سألت صديقها ما ان كان يرغب في الخروج لتناول العشاء معها وعرضت ان تدفع التمن كل شيء وبطبيعة الحال قبل صديق ديانا لعرض العشاء وعندما وصل الى منزل سيندي وجدها ترتدي ملابس فاخرة للغاية شعر صديقها ببعض من الدهشة حيث لم يكن لديه اي فكرة عن كيفية دفعها مقابل ذلك حجزت سيندي لها ولصديقها طاولة في احد ارقى المطاعم في المدينة هنا بدأت الدهشة دي الصديق ديانا كتبان وهو يتساءل كيف تمكنت من دفع تمن الملابس الجديدة والعشاء الفاخر بحيث ان سيندي ما معروفة بانها فتاة تارية ترددت سيندي في اخبار صديقها وفي النهاية قالت لي انها اصلت على وظيفة جديدة براتب مرتفع وبطبيعة الحال صديق ديانا صدق القيصة ديانا بدون تردد لخاسكم تعرفوا ان سيندي كانت تخدمة غير في حضانة محلية يعني ما كانتش كت تربح بالزاف ديان الفلوس ولكن في الاسبوع التالي قامت مراتا اخرى بدعوة صديقها الى عشاء فاخر كانت الاحوال دي سيندي المالية تتحسن بشكل كبير والسبب لم يكن فقط في المبلغ الذي حضرته القطة ولكن الامر تكرر عدة مرات ففي كل مرة كتخلي القطة ديانا تخرج الفترة من الوقت كانت كترجع القطة وعندها كيس عامر بالفلوس لكن الامور لم تصير دائما بهذا الشكل لانه دات يوم حدث شيء لم يكن يخطر لها على البال كانت سيندي تقوم باخفاء المال التي تحضر لها القطة وتستخدمه لرفاهيتها والعيش كما تحلم لم تكلف نفسها عن معرفة المزيد عن هذا المال او من اين اتى حتى الوحد نار وصلات سيندي رسالة غامضة كان المرسل شخصا لم تتعرف عليه بتحاد سيندي الخطاب الذي كان مصمما بشكل جيد للغاية وجدت سيندي رسالة مكتوبة بالكامل باللغة الصينية لم تكن تعرف اي شيء عن هذه اللغة ذهبت سيندي لترجمتها وعندما قرأت الترجمة كانت على وشك ان تفقد الوعي من هول الصدمة قامت بتجربة عدة مواقع ترجمة مختلفة لتأكد من انها لم تكن مخطئة وبالرغم من ان النتائج كان فيها بعض من التغييرات في الترجمة الا ان مضمونها العام كان واحدا في النهاية بدأت سيندي ترتجف من الخوف وما عرفش نخصت دير كانت ترجمة الرسالة التي استلمتها سيندي تقول لقد اعطيناكم المال الان اتركونا وشأننا سوف ننتهي من القطة عندما تعود لنا لمسح جميع المصارات تساءلت الفتاة بفزع عما يريده المرسل من هذه الرسالة وما الذي قصده عندما قال سوف ننتهي من القطة سيندي كانت خايفة بزاف ما عرفش راسش نغدير واشتعيط على تني البوليس وما قدرت شو بشي كذلك عن صديق لي لانه سيكتشف بانها خطلقت القصة حول وظيفتها الجديدة حاول التفكير بهدون ثم في النهاية اتخذت قرارها قرارات سيندي انها لن تخبر احدا باي شيء كانت تقول انه الناس اللي كانوا كيصفتوا الفلوس مع القطة ربما اخطأوا في الوجهة المقصودة لتلك النقود هنا عرفت بانه تلك الاموال لم تكن لها حقا ثم فجأة رن جرس الباب وعندما فتحت الباب وجدت رجال الشرطة رجال الشرطة الادن بالدخول لم يكن لديها خيار اخر قلت لهم ادخلوا وكانت تسأل فعقلة والجو بسبب القطة والفلوس على الجو ولكن الشرطة لم تكن موجودة بشأن القطة والمال اذا على الجو كانت شرطة موجودة لسبب اخر لا تتعلق بسلوك الفتاة ما حدث لتعرفوا ان الواحد لا يدخل السوق وان احدى صديقات سيندي علمت بمواعدها مع صديقها الجديد استغربت قيم سيندي بشراء ملابز باهدة التمن والانفاق ببضخ مؤخرا هذه الصديقة حسست بالقلق الشديد على سيندي لذلك قررت الاتصال بالشرطة صاحبتها شاهدت وليس كنت تلبس مزيان وفرحانة بحياتها وكذو كنت تخرج مع صاحبهم بغت تدخل وقلاصة عايطت لبولي صديق البنت رأي شي حاجة الصديقة لسيندي قلت لهم حسيت بالرتياب من التغييرات الغير مبررة التي طرأت عليها لذلك قررت الصديقة الاتصال بالشرطة وشرح ما تعريفه لهم أخبرت الصديقة الشرطة أن تفعل ذلك فقط لصالح سيندي يعني بزاف ديالناس في حيات ديالنا بحلاك فهمت ومحاملك شلتي غير منك وتقول كان المصلحتك فقد كانت خائفة من أن يكون صديقه سيندي الجديد شخصا سيئا وأنه يقوم باستغلالها لذلك أتت الشرطة للتحدث إلى سيندي حول سلامتها قيل لها أن العديد من النساء وقعنا ضحايا لأشكال مختلفة من اكتجار بالبشر وأنهم يخشون أن تكون سيندي الأخرى ضحية لجريمة مشابهة يعني يقدر يكون الصديق ديال سيندي وقيل لك يبيع الغبرة يبيع هذا الشيش وكتوادي وركيتها الله فيها في الفلوس فهمت مبغوش رجال الشرطة سيندي تعرف بأن الصديقة ديالها هي التي أخبرتهم بالأمر لذا حاولوا الوصول إلى القصة من تجاه مختلف لم تفهم سيندي في البداية ولكن غير فهمت سبب زيارة الشرطة حتى شعرت بالغضب العارم وأوضحت بأن صديقها شخص محترم وأنه لا يمنح المال ولكن هي اللي كانت تعرض علي لذلك العشاءة الفاخرة من المال الخاص ولكن هنا لم تفكر أنها كانت توضع راسة في مؤذيق آخر حيث كانت تضلع الوضع المالي بكل الفخر هنا بدأ لجاء الشرطة يشعرون بالشك ويشوف في الدار وكدام رأي عازبة خدمة غير فقيرة فهمت تعيش في مزي الباصايد كيف نجو الفلوس بدأ يسوي المحقق صافية القراسة حصلت هنا لم يكن أمامها سوى أن تخبرهم كل شيء عن القطة بدأت الشرطة التحقيق في الأمر ورغم أن الشرطة لم تصدق قصتها في البداية إلا أنه كانت هناك العديد من الحوادث المتيرة التي وقعت في المدينة مؤخرا أظهرت لهم رسالة مكتوبة بالصينية وكان رد فعل الشرطة مفاجئ لها فشاف رجال الشرطة رسالة نظر أحدهم إلى صديقه وقال لقد رأينا هذا من قبل في الواقع لدينا واحدة أخرى في أيينة رغم ذلك اعتقد المحققون بأن سيندي هي التي كتبت الرسالة لنفسها لتشتيد رجال الشرطة وأنها متورطة في جريمة ما وعندما فتشوا منزلها وجدوا أحد الأكيس القماشية وبداخله العدد قليل من الأوراق النقدية فكروا بأن سيندي وضعتهم بنفسها لتجعل قصتها تبدو حقيقية المحقيقين التي يقول سيندي حتى دخلت واحد السيدة القسم الشرطة السيدة التي دخلت القسم الشرطة كان تجارة سيندي أخبرت الشرطة بأنها رأت القطة تدخل منزل سيندي عدة مرة وكان بجانب القطة رجل غريب المظهر قرر رجل الشرطة مراقبة منزل سيندي وإعداد كمين لإكتشاف من وراء تلك الأحداث الغريبة في اليوم التالي أطلقت سيندي القطة وفقا للخطة الموضوعة تجولت القطة في الغابة المجاورة بعد ساعات أنزل رجل القطة من سيارته بالقرب من المنزل اعتقلته الشرطة على الفور اكتشفوا من بعد أن القطة كانت بمثابة وصيد في تنفيذ معاملات بين المجرمين منذ أن تم تبني القطة من المنزل حدثت الكثير من الأشياء الغريبة سمح المجرمون لسيندي بالاحتفاظ بالمال الذي تلقته لكن طلب منها في المقابل احتفاظ بالقطة والسماح لها بالمغادرة المنزل وهذا هو مضمون رسالة غريبة تم القبض على جميع المتورطين بالأمر وهكذا لم تعد سيندي تتلقى الأموال من القطة وتوقف الدجاجات والتي كانت تبيض دهما لكنها برغم من ذلك كانت سعيدة لغاية لأنها لم تكن في السجن اللي ما فهموا ماذا نوقع بالضبط القطة كانت عارفة بعض المسارات وكانت كتدو السلعة من واحد لواحد عبر تلك المسارات وكانوا هم حاطين عندها يليش بالناسة وهم قالوا في المنجا أنه خاصة تلقيها رمو وتخرج وتدخل يعني كانت القطة هي الوسيلة الوحيدة لهم لكي يديروا التعامل بناتهم وكانوا يدخل لها الفلوس لكي يدخل للفلوس والخرى تتشجع تجعل اليوم ديما القطة خارج هذي هي رقع الصوم ورافع للرقع الصحقيقية تخيير كانت عندك بحال القطة